بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر المجسدين اليوم إن شاء الله نكمل شابتر 7 نرى لكتشار 7-8 نحل سامبل البروبلام 7-4 في هذه المسألة في هذه السيارة اللي عندنا هنا الوزن تبعها 4000 نيوتن تتحرك على هذا السطح المائل زوية 5 دقري السرعة تبعها 6 متر بير سيكنت هنا يطبق عليها بريك هذا البريك قيمته 1500 نيوتن طبعا قوة ثابتة المطلوب من هنا determine time حدد الزمن اللازم حتى تتوقف السيارة السيارة لما تتوقف تكون سرعة كام؟ تكون سرعة V2 لو دعنا نطبق قانون Principle of Impulsing Momentum MV1 MV1 نضيف عليها تأثير القوة مجموعة القوى الموجودة عندنا خلال الزمن المطلوب مننا قبل ما تتوقف السيارة ويساوي MV2 MV2 قلنا إنها تساوي صفر نفس القانون كان عندنا MV2 تساوي صفر صفر هنا MV1 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 فجرد عندنا تأثر طبعاً عكس تجاه الحركة هادي هي F ما دام تعد عكس تجاه الحركة فهي تكون minus F في T التي وهو الزمن اللازم بعدين فيه قوة أخرى لأنه لاحظة هنا الويت بما أنك على سطح ميل فهذا السطح ميل بزاوية خمسة دقري فإذا الويت هذا فيه مركب المركبة اللي هي العمودية على السطح هذا هذه اللي هي WH Cosine هذه ما ودنا إياها نحن ودنا المركبة الأخرى اللي هي في هذا الاتجاه اللي هي W Sin خمسة وما نشوف تجاه الحركة طبعا اللي هي W Sin خمسة نضربها في Time الزمن هنا مهم نعوض مباشرة الويت اللي هو 4000 Sin خمسة معروفة 500 إذن المجهول عندنا الوحيد هو Time هنا حل المعدل هذه جينة T equal 2.12 second أشياء T هذه هذه اللي هو الزمن الكافي حتى تتوقف السيارة بعد ما أثرنا عليها ب قوة بريك 1500 نيوتن وسرعتها كانت 600 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر